بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم والنهاردة بندى الزراعة أجازة شوية وبندى في موضوع جميل جدا واجب علينا أن احنا نعرفه كلنا وياريت لأول مرة بنطلب أن احنا نتفاعل مع الفيديوهات دهيا لأنها بصراحة من مصدر موسوق منه ويعني مهمة لأي إنسان بيتناول القهوة والموضوع بعنوان الفرق بين القهوة الفتحة والدكنة أو الغمقة في ناس بتفضل إن هي تشرب القهوة الفتحة وفي ناس بتفضل إن هي بتشرب القهوة الدكنة أو الغمقة يا ترى إيه الفرق بينهم وليه بنتكلم عن القهوة النهاردة قبل ما نبدأ بس في الفرق بينهم ياريت نعرف إن أمبارح كان 1 أكتوبر و1 أكتوبر ده الجماعة بيسموه الانترناشنال كافي جي اللي هو اليوم العالمي للأهوة واللي بتحتفل به 77 دولة أعضاء في منظمة بيسموها منظمة الأهوة العالمية الانترناشنال كافي ارجانيزيشن وزي بالضبط منظمة أوبك بتاعة البترول هم الجماعة دول بره عاملين منظمة الأهوة العالمية وبيحتفلوا بيوم الأهوة العالمية زي ما قلنا واللي هو بوافق 1 أكتوبر واحتفلوا به أول مرة في العالم احتفلوا به في مدينة ميلانو سنة 2015 ومن يومها حتى الآن أصبح يوم 1 أكتوبر هو الانترناشنال كافي دي اللي هو اليوم العالمي للأهوة بتشرب أهوة فتحة بتشرب أهوة غمقة يعني إيه اللي بيحصل هو الفرق بينهم على فكرة مش كتير جدا ولكن هنوضحه في الكام نقطة الموجودين قدام حضراتكم ده هم أول حاجة الأهوة بيحمصوها على درجة حرارة من 177 لحد 204 درجة مئوية لمدة 10 دقايق دي الأهوة عموما يا جماعة طيب الأهوة الفتحة بيسيبوها على كده اللي هي تحمصت على 177 لمدة 204 درجة مئوية لمدة 10 دقايق لا الأهوة الغمقة بيأسوا عليها وبيحمصوها بيعملها من التحميص على درجة 204 درجة مئوية بس المدة كام لمدة 15 دقايق ده الفرق بينهم الأولاني طيب الفرق الثاني بالنسبة يا جماعة لنسبة الكافيين اللي هي بتصهرك بقى وبتخليك يعني تصبت مزاجك كده وتخليك عينك من فانجيلا اللي هي مادة الكافيين زي في الدخان مع النوكتين هنا بقى عندنا مادة الكافيين واللي هي بتكون أكتر في الأهوة الفتحة ولكن في الغمقة بتكون أقل بس الفرق بينهم بيكون بسيط جدا طبعا بتكون في الفتحة أقل إن هي تعتبر في رش ما تعرضتش الحرارة عليها أما في الغمقة بيحصل تحولات كيميائية داخل الأهوة لما بتتحمص فبتفقد قليل من الكافيين في الأهوة الغمقة وعموما على أي حال كوب من الأهوة اللي هو عبارة عن 237 ميلي جرام بيحتوي على 100 ميلي جرام من الكافيين بالنسبة لمضادات الأكسادة في الفتحة بتكون أكتر ودي ميزة فيها بتكون أقل في الأهوة الغمقة اللي هي مضادات الأكسادة علشان كده زي ما قلت برضو التحميس بيخليها تفقد قليل من مضادات الأكسادة وبيخليها تفقد قليل من الكافيين النقطة اللي بعد كده في مادة بيسموها مادة الأكريلامايد ودي موجودة في الأهوة نسبتها بتكون عالية في الأهوة الفتحة ونسبتها بتكون أقل في الأهوة الداكنة وده يا جماعة بالنسبة للأكريلامايد أو مادة الأكريلامايد دي أساسا ليه بيهتموا بها ويذكرينها في الفروقات بينهم لأن هي مرتبطة ارتباط كل وجزء حسب دراسات عالمية كتير إن مادة الأكريلامايد دي مرتبطة بالعياذ بالله السرطان كمادة مصرطنة إذا زادت عن مستوى معين في الجسم أو مسببة للكانسر أو السرطان لحد كده تقريبا يعني عرفنا الفرق بين الأهوة الغمأة أو الدكنة والأهوة الفتحة يا طرى بقى عايزين شوية معلومات جميلة كده عن الأهوة وأنا من محبين الأهوة بصراحة ربنا فعايزين شوية معلومات سريعة كده عن الأهوة بنقول أكبر منتج للأهوة في العالم هي دولة البرازيل البرازيل من أكبر الدول إنتاجاً للأهوة بتمتاز الأهوة بأن هي المشروب اللي بيقدم زيه زي الكركدي كده بيقدم سخنة وبتقدم باردة لتنين موجودين عادي ما فيش أي مشكلة خالص المعلومة الثالثة إن أعلى استهلاك أعلى شعب بيستهلك الأهوة هي هولندا ويليها فنلندا ويليها السويد الأهوة من المشروبات الأكثر تناولاً في العالم وبعض الدراسات طبعاً الكلام ده مش كويس أنا أعتقد أن أنا درست أن اللبن الرايب هو أكثر يعني صحياً وطلت العمر عملي ودراسة على طول العمر فواد الجدو في دول البلقان وجدوا فيها أن التكلم ده درستنا في مادة إنتاج حيواني لما كنا في كلية الزراعة القاهرة فبتكلموا في اللبن الرايب بيطل العمر كل أعمار بيد الله ولكن هو هنا بيقولك أن القهوة بتطيل حياتك لأنها فيها مضادات الأكسدة ولكن مشكلة القهوة أو مشكلة أي حاجة زي الشاي مثلاً مشكلته لما بنضف لها حاجات زي السكر للأسف شديد الدنيا ما بتبقاش حلوة وبتبقى فيها خطورة عالية على حياة الإنسان كلما تناول كمية كبيرة منها لأنها مقترنة طبعاً بالسكر ولا بأس إن الإنسان يشربها سادة يعني ربنا ما يكتبش عليكم القهوة السادة بالنسبة لقهوة الإسبريسو الإسبريسو دي كلمة إيطالية وتعني مضغوطة وهي طريقة صناعة القهوة عن طريق ضغطها مع الماء المغلي فعشان كده بسموها الإسبريسو طبعاً في حاجات بسموها قهوة منزوعة الكافيين منزوعة الكافيين مش معنى ذلك إنه ما فيهاش كافيين لا القهوة منزوعة الكافيين فيها الكافيين ولكن بكمية أقل من نظراتها الغير منزوعة الكافيين طبعاً فيه المركز الجزيرة للدراسات عمل أو مجمع كذا دراسة كده إن القهوة مفيدة للكبد وإن القهوة بتعمل على حماية الحمض النووي الـ DNA وبتقلل من خطر سرطان القولون وإن هي بتقلل من خطر مرض الزهايمر وبتعمل على الوقاية من الإصابة بفشل القلب ولكن بصراحة وتسألني عن كل ده بما إني محبة للقهوة وكان جه علي يوم إن أنا أدمنت القهوة الكلام ده كله أعتقد إنه غير سليم بالمرة شكراً لحضرتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته